طيب زي ما حكينا الـ Underfitting اني انا بعطي حجم data قليل جدا بعطيه هنا حجم data قليل جدا لما اجي اعلمه حل المشكلتين اللي اخدناهم اذا كانت Overfitting او Underfitting حل المشكلتين حل مشكلة الـ Overfitting اللي هي بالـ K-Fold Cross Validation والـ Validation Test ايش هي الـ K-Fold Cross Validation هي اني اقسم الـ Input Data اللي عندي هسا انا عندي الـ Input Data بتنقسم لثلاث اقسام بتنقسم لثلاث اقسام عندي اللي هي الترين والـ Validation وعندي التست تمام اني اقسم هاي القيم بحيث اني اعطي اكبر قيمة واعطي الـ Validation كمان قيمة بس تكون قليلة وقيمة التست برضو تكون قليلة فانا اجيت هون لما اجيت قسمت اعطيت قيمة اعطيت قيمة لـ L-Train 60% واعطيت قيمة للـ Validation انه بعد ما انا علمت النظام ودربته اعطيته اه بدي اتأكد انه انا دربته صح او لا اه فانا اعطيته قيمة عشرين بالمية من الـ Data وبرضو بدي ايجي اختبره هس انا خلصت علمته وتأكد انه هو تعلم لازم انا كيف اتأكد مية بالمية لازم اعمل له تست او اعمل له فحص فالان انا بعطيه كم قيمة عشرين بالمية هدول كيف وولدي Cross Validation Validation Test هدول الطريقتين لحل مشكلة الـ Overfitting طب ايش حل مشكلة الـ Underfitting حل مشكلة الـ Underfitting اني فقط بس ازيد له الـ Data المعطيه يعني انا كنت بعطيه Data قليلة ازيد هاي الـ Data شوي وهذا السؤال طبعا ايجا في امتحان الفصل الماضي اه اخر اشي بدنا نشرحه بالـ Single Layer General Note بنحكي عن Sum Square Error اللي هو يساوي Sigma Error تربيع وهنحكي عنه في Multiple Layer اكثر هو عبارة عن قوانين ممكن نحفظها لانه ايجت بأسلت السنوات كان يحكي له اعطيني Sum Square Error ايش يساوي وممكن يحكي لك احسب لي اقيمة انت عندك بيكون كل القيم فالـ Sum Square Error اللي هو يساوي Sigma Error تربيع يعني مجموع الـ Error اللي عندي بعملهم تربيع المين Error اللي هو عبارة عن الـ Average المين نفسه الـ Average مجموع الـ Error على عددهم المين Square Error اللي هو نفس قانون المين Error لكن الـ Error هون بتكون تربيع مجموع الـ Error تربيع على عددهم في قانون جديد برضو كمان اللي هو الـ Deviation ممكن يطلب مني احسب الـ Deviation باجي بحكي له اللي هو Sigma Error Input ناقص المين المين كم يساوي حكينا اللي هو مجموع الـ Error على عددها هاي الرمز الـ M اللي هي عبارة عن المين واللي هي مجموع الـ Error على عددها الـ Error Deviation يساوي مجموع الـ Deviation اللي حسبته هون كله تربيع عندي الـ Wait Update عندي طريقتين لتعديل الـ Wait الطريقة الاولى Incremental والباتش الـ Incremental زي ما احنا كنا نعمل اذا كان يطلع معاي الـ Error غير الصفر كنت اعمل ايش على طول تعديل للـ Wait هاي الـ Incremental الباتش لأ ان انا بظل بعد خمس اترياشن مثلا وان ابك بعدين بعمله تعديل للـ Wait والطريقة الاولى طبعا الـ Incremental هي الطريقة الافضل والاحسن عندي الـ Wait Initialization Large و Small حالتين اذا كانت عندي طبعا Small بيكون عندي التعليم بيكون Very Small بيكون خلنا نحكي صغير اذا كان قانون ثاني بيحكيلي Number of Neuron Number of Neuron عندي طريقتين للـ Number of Neuron كيف عارف Test Up و Test Down اللي عندي يا Test Up ببلش من واحد وبوظل ازيد عدد نيرونات يعني بحط نيرون اول مثلا وبعدين ببلش ازيد كمان نيرون كمان نيرون او انه بيكون Test Down بيكون عندي مثلا خمسة نيرون وببلش او اربعة نيرون ببلش اقلل فيهم اربعة ثلاثة اثنين واحد الـ Input داتة زي ما حكينا بتنقسم له ثلاثة شغلات اللي هي الـ Over-fitting الـ الخصفة والـ و خصفة و اذا طلب مني سؤال احسب number of training data كيف بدي أعرف قيمة هاي ثابتة قيمة من خمسة لعشرة times number of weight يعني من خمسة لعشرة حسب عدد الويت اللي عندي بالسؤال بضرب يا بخمسة يا بعشرة مثلا كان عندي عدد الويت مثلا ستة بضرب بستة ضرب خمسة مثلا بحكي له انه العدد يساوي ثلاثين number of training ثلاثين ايش الأخير اللي راح نحكي عنه اللي هو نستخدم ايش هو انا بستخدمه عشان احصر الجواب بين الصفر والواحد عشان احصر الجواب هنا بين الصفر والواحد وهذا القانون ممكن يحكي لي حسب لي هاي القانون طبعا عندي فعلى سبيل المثال معاي المنيمم والماكسيمم هو لازم يكون معطيك هاي المعلومات فهو مثلا بحكي لك مثلا افرض انه المنيمم يكون زيرو والماكسيمم يكون متين خمسة وخمسين وبتعوضها على القانون وبطلع معاك الجواب لهنا إن شاء الله بنكون انتهينا من Single Layer Neural Network الله يعطيكم العافية شكرا